السلام عليكم في هذا الفيديو سأقوم بشرح كيفية تمثيل الصورة في الفيديو ميموري في الفيديو ميموري أو الفرايم بوفر فالعنوان How to represent picture in frame بوفر وأيضا ما معنى عملية التمثيل ما معنى عندما نقول representation picture in frame buffer فالrepresentation of graphic picture in frame buffer ماذا يعني means how many total number of bytes نرمز لها مثلا T العدد الكلي للbytes سواء مقاسب الbytes أو kilobytes أو megabytes that will be allocated هذا العدد الإجمالي total T الذي سيتم تخصيصه from أو حجزه من الفرايم buffer to store the picture that is depend on the following وطبعا عملية حساب الحجم الحجم الكلي قياس الحجم الكلي للصورة لأي بيكتر يعتمد على ما يلي أولا في البدء نقوم بحساب أبعاد الصورة dimension of the picture يعني حساب الأبعاد الصورة المقصود بها عدد الأحمدة وعدد الصفوف يعني عدد النقاط التي تحتويها الصورة يعني مثلا لو نتكلم عن صورة بحجم dimension 100 column 100 في 120 فكم نقطة موجودة هنا نقول 100 في 120 يساب 12000 pixel 12000 نقطة هذه الصورة أبعاد ها هي 12000 نقطة بعد حساب أبعاد الصورة والمقاسة بالبيكسل كم بيكسل عدد الأعمدة في الصفوف نقوم بحساب عدد عدد البيتس أو الريكواير بيتس التي يحتاجها تمثيل كل نقطة كل بيكسل من نقاط الصورة فلو مثلا هذه الصورة إذا 100 عمود في 120 رو كان عدد البيكسل لها 100 في 120 قلنا 12000 بيكسل لو كان مثلا كل بيكسل تحتاج إلى بايت واحد فمعنى هذا أن حجم الصورة عند تخزينها في الفريم بفر ستحتاج إلى 12000 بايت أما إذا كان مثلا كل بيكسل من نقاط كل نقطة من نقاط الصورة تحتاج إلى نصف بايت أي 4 بيت فمعنى هذا أن حجم الصورة سيساوي 6000 بايت 120 100 في 120 في نصف هنا عدد النقاط كل نقطة تحتاج إلى نصف بايت فمعنى هذا عدد البيت الأصلية التوتل الإجمالي لحجم الصورة 6000 6000 بايت هنا 100 في 120 هذه دايميشن عدد الأعمدة في عدد الصفوف لو كان كل نقطة تحتاج إلى بايت واحد فمعنى 12000 بايت لو كل نقطة تحتاج إلى نصف بايت فمعنى هذا حجم الصورة سيتم تخزينه والذي سيتم تخزينه يحتاج إلى 6000 بايت كيف نحسب الآن عدد البت التي نحتاجها لتمثيل كل نقطة نعم فمثل ما قلنا النقطة الأولى في عملية حساب الصورة هو حساب أبعاد البكتر اللي number of row في number of column النقطة الثانية اللي نحتاجها هي معرفة عدد الألوان الألوان التي استخدمت في تمثيل الصورة وهذا وهذا يأتي من picture properties طبعا picture properties يعرف بها الأبعاد الصورة number of row number of column وكذلك الألوان number of colors number of colors اللي هو palettes اللي هو العدد الألوان التي اعتمدت في تمثيل الصورة هذا طبعا يقاس بالمعادلة التالية يقاس بالمعادلة التالية c يساوي number of color يساوي 2 للأس b فمثلا هنا b يمثل عدد البت b يمثل عدد البت لو كان عندنا 16 لون أي c يساوي 16 فمعناها 2 للأس 4 يساوي 16 أي أنه قيمة b small اللي هي number of bits تساوي 4 أي أنه كل بيكسل تحتاج إلى 4 bits فأدد مثلا هذا المثال عفوا هم أيضا أوضح أنه b تساوي هي تمثل number of required bits for each pixel وقلنا هذا الكلام ممكن نحصل عليه من ضمن information أو picture خصائص الصورة picture properties الآن في هذا المثال example how to represent picture with size 120% هذه أبعاد الصورة أبعاد الصورة by using VGA adapter with 16 colors إذا كان عدد الألوان كان عدد الألوان من ضمن خصائص الصورة أو إمكانيات الأدبتر 16 لون فأدنى size of picture s يساوي column row ويساوي 100 في 120 اللي 12000 pixel عدد النقاط إجمالي عدد النقاط الصورة الآن نريد أن نعرف كل نقطة كم تحتاج من الذاكرة أي تحتاج byte أو bit أو 2 bit أو 4 bit أو كم نعتمد على هذا القانون اللي و number of color c يساوي 2 للأس b وعطانا 16 هذه عدد الألوان عدد الألوان يساوي 2 للأس 4 يعني قيمة b equal to 4 that means the number of required bit 4 to represent each pixel we need 4 bits to represent each pixel in the computer memory or in frame buffer i.e one byte will be used to represent or to store two pixels أي أنه كل byte والbyte نعرف أنه الbyte هو مكوّم من ثمانية bits أي أنه كل byte سيستخدم لتخزين two pixels وهذا يعني أنه البيكسل needs نصف byte from the frame buffer i.e the total number of bytes t t total number t يساوي عدد عدد النقاط عدد النقاط التي تم حسابها عدد النقاط في نصف ويساوي 6000 byte كما هو واضح هنا عدد الcolumn في عدد الroze هذه بالبداية نحسب عدد dimension of picture عدد الcolumn في عدد الroze حيطلع عدد البيكسل ومن ثم بعد ما نعرف عدد البيكسل عن طريق القانون اللي هو number of color c يساوي two للأس b حنحسب كم bits نحتاج لتمثيل كل نقطة فإذا كان عدد البيت ثمانية أي byte واحد سنحتاج إلى 12000 byte لو كان عدد البيت أو 4 أي نصف byte فسنحتاج إلى 6000 byte هذه الصورة عند تخزينها في الذاكرة فعندنا الraw 1 كل byte سيخزن به 2 pixel أي أن pixel 1 و2 ستخزن في byte 1 أوكي أو ما نسميه بlocation 0 equation 1 2 حتى location 49 اللي هو byte 50 byte 1 حتى byte 50 ستستخدم لتمثيل النقاط من نقطة 1 إلى نقطة 100 من الraw الأول من الraw 1 العملية تكرر نفس الكلام بالنسبة لraw 2 وraw 3 وهكذا حتى رو 120 رو 120 في كل كل رو سنحتاج إلى 50 byte سنحتاج إلى 50 byte أوكي فالpicture with resolution هذا بأسلوب آخر اللي يبي دقة 100 في 120 each pixel ستحتاج إلى نصف byte أي 4 bits معنى هذا 120 120 في 50 في 50 لأنه 100 رو وكل مترو ستحتاج إلى 50 byte هذا حل بأسلوب آخر أي أنه سنحتاج إلى 6000 byte أو location from the frame buffer أي أنه 12000 pixel هذه 12000 pixel ستحتاج needs pixel needs 6000 byte in order to represent this picture in frame buffer وشكرا لكم موسيقى